اربع سنوات يئن تحت وطأتها الانسان اليمني البداية شعارات باسقاط الفساد والجرعة والمحصلة تجرع اليمنيون خلالها الوان القمع والظلم والقهر في يوم النكبة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 انطلقت مسيرة الخراب لا تلوي على شيء ولا يقف في طريقها قانون ولا بقية من عرف او قيم حتى اسقطت البلاد برمتها في براثن الفوضى والوجع واحالتها الى سجن كبير عشرات الالاف من القتلى والجرحى في حرب الميليشيا الحوثية على اليمن ومثلهم من المختطفين والمخفيين قسرا قضى العشرات منهم تحت التعذيب في اقبية الموت وسجون الميليشيا الخاصة يقول ناشطون وبحايا سابقون ان مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تحولت الى مسالخ بشرية يتجرع فيها السكان ويلات القمع ومصادرة الحقوق والحريات والذريعة جاهزة تأييد العدوان او الارجاث اعتدى عليها بالضرب انت كذا وانت كذا قام بشتمي خرجوني طوالي وصلت الى مبنى الامن القومي انا كنت اظن انه يعني بمجرد كلام متهدي عندما وصلت مبنى الامن القومي تفاجأت انه على ما قال لي زنزانا مظلمة لا هواء فيها ما فيش اي نافذة للهواء الاعدامات الميدانية سحق الحريات الصحفية اتخاذ الصحفيين والناشطين السياسيين دروعا بشرية الحصار والتجويع والحرمان من الخدمات الاساسية مصحوبا بالقصف العشوائي على القرى الاهلة والاحياء السكنية تفجير المنازل والاختطافات جميعها اساليب ممنهجة تتبعها الميليشيا الحوثية في حربها الضارية على اليمنيين كجزء من ادارة التوحش لارغام المجتمع على الرضوخ لسلطتها القهرية على مدى اربع سنوات تحتل ميليشيا الحوثي الصدارة في تقارير المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بالجهات المتورطة في الانتهاكات والقنف ترجمة نانسي قنقر